أهلا بكم وعودنا اليوم بحلقة أولى من سلسلة جديدة للعبة تراش وورز أجدد لعبة من شركة سوبر سيل اللعبة حاليا بنمط البتا كتير منكم ما بيعرفوها وكتير منكم لما يشوفوها حيشبهوها للعبة من ألعاب سوبر سيل ولكن تابعوا معي هالمقطع لأنه هتكتشفوا أنه اللعبة هي تقريبا خليط لكل ألعاب سوبر سيل سوا وحنكتشف ونشوف مع بعض هاللعبة قوية ولا لا أنا اللعبة السمالي لعبانا مشان نعمل تجربة أولة مع بعض ولكن قبل ما أنطلق لمقطعي هذا وبلش بلاب اللعبة سأقل لكم أنه اللعبة جديدة سريع على هاي اللعبة لأربع بطاقات اتنين جوجل بلاي عشرة دولار كل واحدة كله عليك سوي لدخل السحب أنك تشاهد المقطع كاملا وتكتب لي تعليق مين أفضل لعبتين من ألعاب سوبر سيل بالنسبة لك حط لي أي لعبتين إن كانت هاي وشي تاني أو أي شي من الشغلات التانية واللي بدك ياه وتذكر أن تكون عامل لايك مشترك بالقناة وعامل نشر لهذا المقطع على سيرة النشر اليوم نحنا حلقة أولى من سلسلة جديدة نحاول مع بعض ندعم هاي اللعبة ننشرها قد ما فينا نوصل لعدد شيرات كبير مشان اللعبة تدخل فعليا بالتريند اللعبة إنه العالم يحبوها لحتى نقدر أنا وأي يوتيوبر إنه يعملها ويكمل فيها ويوصل فيها للنهائيات نهايات بقصود طبعا الحد الأقصى من اللعبة إذن هذا هو مدخل اللعبة وبلشنا شألبناها من أولا حلوة شألبة ما حايمها بالمنتاج خلية إذن مع بداية اللعبة اللعبة فيها أنماط كتير يا أصدقائي من ناحية القتال وكلها الشغلات عم يقل لي إنه هجوم على هذا المنجم لتربح الفايت أول شي عم يعلمني إنه لازم جيب الجنود وحطهم بالنص فيني جيب كمان جنود وحطهم جنب هدول وجنب هدول أول إمبرشن أو أول انطباع لهي اللعبة من ناحية الشكل بتذكرنا ببوم بيتش لك وش لون هلأ أنا هندخل بكل ألعاب سوبر سيل بس شوي شوي من ناحية الشكل بتذكرنا ببوم بيتش من ناحية شخصيات كلها شخصيات جديدة بالكرتوني أول مرة يفرجونا هالشخصيات طبعا بالنسبة للفايت هاي طبعا كل هدول تدريبي أكيد هيكون أخد فيها ثلاثة نجوم وبوكس كالعادة البوكس اللي موجود بكل ألعاب سوبر سيل دائما بطريقة مختلفة ممكن يكون وفتحنا شخصية جديدة اسمها بيتشر بدنا نروح على الهوم أتأكد من المدري إيش والمدري إيش ما علينا فيهم إذن هاي شكل قاعدتني عميل لي أنه هلأ هذا هو الكامب تبعك مثل ما لك واضح فيك تستريح هون وتهجم هجماتك كل التانية كل ما يكون بدك جولد أميل أتاك إذن اللابة فعليا الأتاك فيها أسرع من مثلا كلاش أوف كلانز اللي هلأ هيك هو اللي ظاهر وبالنسبة للجيش تبعك هلأ أنا بالدنياني يحط ثلاثة من بيتشر هذا الجندي الجديد بالنسبة للجيش تبعك هو دائما عنده مساحة معينة أنت دغري بتختار شو الجيش اللي بدك ياه بيطير بهالهلكوبتر وبيهاجم خصمك اللي هو ممكن يكون يا منجم يا لاعب حقيقي أغلب الله بيح تصير بعدين على أنك قتل لاعب حقيقي أكيد بعدين بيقل لك حط جنودك لاحظ أنه فيه مدخل من هون ومدخل من هون بس أنا أتوقع أنه هو هن بالدنياني يفوت من المدخل اللي هون ولنشوف هذا الجندي شو ميزاته طبعا أكيد أكيد كبدايات بيكون كل الأصص الشروحات بس نحكي بقى لحنا أنه هاي اللي بقات برمي القنابل حلو مثل البومبر فعليا بنحكي أنه هاي اللعبة قديش حتنفق عليها سوبر سيل هل حتستعمل فيها كل أموالها ولا لا ما بنعرف إستعملت عليها كل أموالها ممكن يكون شي فضيعة بذكر لموضوع كتير مهم باللعبة هلأ بالبتة وبالتالي في عنا لعبة برول ستارز محبينا أكيد ممكن يكونوا عم بيشاهدونا برول ستارز أول ما كانت بالبتة تغيرت كتير 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 كانت 2D صارت 3D كانت بالطول صارت بالعرض كانت الرسومات حتى تغيرت بقى هاي اللعبة كمان ممكن تتغير مع النسخة الأخيرة طلع لنا شي جديد اسمه الأركيد الأركيد هذا السبل وهلأ منشوف عم بيقولوا أنه يلا هملك هجمة تانية ومنحط هون ومنحط السحر الجديد اللي إجانا ومنحط من هذا الجندي ومنهجهم إذن هلأ عم يعلمونا خطوة بخطوة كيف نساوي إذن لا بأ أنت حبيتوه بصير ببسوسي مباشرة على تويتش.توفي سلاش ونجنجن ون العبة أكتر إذن هون عم بيقلي أنك أنت لازم تضرب القذيفة تبعك هون وبالتالي حينفجروا السندي وينفجروا الجنود وينفتح الطريق صار فيني غش فعليا وأهجم من هون وخلص اللعبة بس جيشي حيقدر بعدين يكمل ما بعرف حاجة من هون مثل ما هني بدون طبعا فيك تنزل جيشك بالترتيب وفيك تنزله دفعة واحدة. هلأ هذا النظام أنا برأيي هو المتقدم عن كلاش كان الواحد ما عنده شي اسمه وقت يجهز جيشه وبعدين يعمل له كبسة الزر اتاك. آآ كان بتنزل الجيشك خلص نزل للجندي وهجم وبالش يقاتل. هون انت في عندك مرحلة اللي هي بتصف جنودك وتكبس هجوم ومرحلة اللي هي انت بعد الفايت اذا كنت بخبي لسه سبيلات او سحور او جنود فيك تنزلن. جندي جديد طلالي آآ اسمه التروبرز وطلالي الشيلد جنديين جدا. آآ لا التروبرز هو نفسه اللي عنديها بس الشيلد جديد. اوكي. ازان معلش فيها حكي كتير. شو بنا نساوي? آآ هون بيقل لك في عنا اوبغريد افيلبل. لما تحط على الابغريد بتروح على اللاب بتكبس على الجندي وبتكبس بتدفع عشرين كوين لتساوي الجندي ليفل اتنين. هاي القصة بقى موجودة بكل الععب سوبر سيل ما بتوقع اختلفة بنوب. بس اللي بنقوله هلأ بسوبر سيل انه بهاي اللعبة آآ جمعت لنا كلاش اوف كلانز مع كلاش ريال من حيس الفايت. انه انت فيك تنزل الجنود بقلب الفايت فيك بقلب آآ قابل الفايت آآ جمعت لنا فكرة انه الكمبينيشن تبعه كقريبا مبدأ برول ستارز آآ نوعية الجنود وعددها آآ ما هيكون في عندك كمبينيشن كتير كبير معقد. هيكون آآ تقريبا حوالي لتلاتة. اغلب الاحيان وانت بتزيد منن. آآ كمان في عنا للقاعدة كلها. لما نطورها بيصير هيك. هلأ في شغلة تانية. انه رجعت لنا اللعبة بمبدأ مثل بومبيتش وكلاش اوف كلانز. آآ مبدأ القاعدة تبعك الدفاعية. هلأ يمكن يحطونا هلأ شيء. طبعا قريت عن اللعبة. شفت عنا قبل ما عامل المقطع. بس اول مرة العبة. آآ لما تطور الهلوكوبتر بصير بتسعى اكتر. هلو بصير في عنا جنود اكتر والديفنس اعلى. آآ نرجع من اقول انه انت في عندك بيكون في عندي تاني تعمل تعمل في عندك بيكون بقى شيء اسمه منجمك او قاعدتك الدفاعية. هلأ ما بعرف شلون بفت له بس بعرف انه موجود. شلون في قواعد بهديك الالعاب ولكن هون بكل آآ لما صير عندي عشرة ستار بصير في اعمل هذا المنجم الدهب. بس الفكرة انه انت كل ما آآ كل يوم بتتغير شكل القاعدة بقى. ما في عندك تطلعوا بفكرة كتير حلوة يلي هي آآ هذا طورناها اتطورناها اتطورناها. شايفين هاي ثلاثة على خمسة. آآ باعتقد هكمل من التروبر. وبالنسبة للسبلات هنزل هذا السبل. آآ طبعا دول فيك تصير سيفون بعدين لما يصير في عندك جيش وكزا. آآ بذكر انه انت تهجم على اللاعبين حقيقيين. هلا بتوقع انا صارت اهجم على اللاعبين حقيقيين. آآ لا استعتني ترينيج. آآ آآ اوكي. هاد شكله بدي فوت عليه من قدام. هنزل الجنود هون وهذا هون. وتروبر من هون وتروبر من هون وتروبر من هون. هيك التكتيك اللي بدي اعمله واعمل ستار. بلا هلا انا ما استعملت القزيفة تبعي. هنزل القزيفة تبعي والله على هالقر نهاي. ونشوف ازا بيموت معت الجندي ازا. وفتح البرك. البرك هاد شكله بيطلع جنود كل شوي. بس ما لهم اوايا كتير. آآ وبالتالي امورنا تمام. همشي انه حاطيني الشيلد قدام. الشيلد ادي من تبعه كلاش رويال. الرويال جارد. هلأ اه احلى شيء والموضوع انت يمكن تكون ملك لعبان ولا لعبة من العب سوبر سيل. وتكون هاي لعبتك الاولى والمفضلة لهذا الشيء ممكن. لانه ما في داعي تكون لعبان اي اشيء من العب سوبر سيل. قد تكون بتحب الالعب بشكل عام. وتلاقي هاللابه مناسبة. آآ بوحدة الشغلة اللي هلأ ميزة باللابه آآ بتخليها مناسبة. هي موضوع الجرافيك. الجرافيك عاملينه بطريقة حلوة. آآ هاي بلومبر هول هذا البركس. هذا مجندية. آآ عاملينه بطريقة حلوة بنفس الوقت. آآ ما فيك انت انك انت آآ شو بيسموها آآ تحتاج لجهاز كتير قوي. بتوقع اي جهاز محمول جوال بقدر يعمل هاي اللعبة بدون اي مشاكل. آآ ازان ونجنجن ون يوتيوب. ونحط اوكي. وعطوني موزة. يا سلام رنك الموزة. هو مع بداية حلقتنا اليوم. آآ في عطونا ميزة انه كل السنة دي بتعطيك عشرين من مئة. طبعا اللعبة ما هيبين معنى ازا هي على نبدأ البيت وين كتير ولا لا. اكيدا نبدو نربحوا نوعا ما من اللعبة. بس شفنا مع بعض انه في عنا عالم آآ مكسوا اللعبة كلها وما دفعوا عليها اي قرش. وبنفس الوقت كانوا جايبين اعلى الرانكات. طبعا بنعرف هاللعبة شو هتكون قديش نسبة الشراء فيها. آآ ازان يو فاوند اجولد ماين. ازان هادا قولد ماين قال بيطلالك قولد. وبيعطي نجوم. آآ هلأ آآ بدي بلايس ديفنسف. هلأ انا بدي بلش حط من قواتي هالمرة دفاع وليس هجوم. مشان العالم لما تهجم علي صده. في مدخل من فوق وفي مدخل عشبي. آآ معي بس خمس جنود حطن. آآ بعتقد هادا البلمبر حلو. ازا نزلنا هون ونزلنا وراء جنود شو بيصير دي ازا عملنا هيك وهيك. اتوقع هاي حركة حلوة. اتوقع هاي حركة حلوة. بسير بينفجر. والجنود بنورة برشو. ممكن هيك شي. ومن هون ممكن ان ينزل هلا هادول بيفتلوا شي. لا ما بيفتلوا. مجرب الايتين اني ااخدهم. آآ بجعب لكم اول مرة عمجرب اللعبة وبالتالي آآ والله بعتقد هون هنزل كمان جنود هيك تقريبا. هون. اوكي. مش لهدول سنتيق البنزين لما ينفجروا حياملوا مشكلة. بس شو من نساوي? ما في نعمل شي. آآ بتحب تلعب اتعطيك نوتو فيكيشن للا اي المجروع الراجعة للك. آآ طبعا ايه بدي يقول عم علوم اللعبة فيها كلانات وفيها كلان وورز متقدم جدا. اجدد من حرب الكلانات الموجود بكلاش في كلانز واجدد من كلاش رويال. آآ ازا كتير بيهمكم كمان كتبولي تعليقات. شو بتكون قدم لكم بها اللابة? ممكن نحكي عنه اكتر. آآ لسه انا ما دخلت فيه كتير بس قريت عنه راية. آآ ازا هلأ صار في شي اسمه التيم دومينيشن. باتل اجينس اوذر تيم آآ ورباح جوائز. ازا جوين اتيم تو بلاي تيم دومينيشن. يعني فاين تيم يعني فعليا انك تساوي كلان. ازا بتكون كمان بساوي كلان هدو الشغلات قلولي. آآ ازا هاي السط اللي كلانات هاي اللي بتكون هون اليسار وهون الحكي تبعا. ازا اللي اليسار الحكي واللي تحت النجوم. وفي عنا اتاق وفي عنا جولد ماين. ازا كبست عالجولد ماين. سيف انت جوم هون. خلاص صار في عندي هون. آآ هون في عندي سوادي تليو. آآ ها التليفون ما بعتقد ازا هو مهم. آآ مندخل على اعدادات اللابة بعدين ومنشوف آآ فيك تحط ميوزيك فيك تشيله حسب انت بتحبها الشغلات ولا لا. آآ اللابة اكيد انا اتوقع حتتدغى من اللغة العربية بس مو هلأ. لا تنطلق. ببعرف ازا هلأ فيها دعم لغة عربية موباين معي. بس بكل احوال خلينا نشوف اخر اتاك معنا الى اليوم. آآ يلا بحب كتر جنود. وفي عنا هون. لسا في كتير صحور وفي كتير اشياء وفي عنا شي اسمه الليدر. شلون الكينج والكوين. في عنا الليدر. آآ هاي الليدرات موجودين باللابة. مسلا هذا الليدر اول الليدر هيطلع لك المفروض. آآ عنده ميزة انه بيعمل مثل الريج تقريبا. آآ بوست آآ الاتاك سبيد والان متل بيصرخ بيحمس الفريق تبعه لا آآ ينطلق. طبعا آآ فيك هون بقى السكواد تبعك. انت آآ هون تكبس لك الاسسكواد. نفس الجندي الجيش الاخير اللي انت عملته فيك. بدل ما ترجع تعمل 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 تعمل. واللاحظ انه الاتاك بيكلف اتنين جولد. ما له ببلاش. وبيعتقد فيك تعمل سكيب متل ما ابدأ كلاش رويال ومبيتش هدول الحركات. آآ اذا هذا اللاعب اللي طلع لي. لاعب حقيقي. اول لاعب حقيقي يطلع لي اسمه وودن. آآ انا برأيي خلينا دغري نفوت على وودن. ما كتير آآ نخاف. حتى لو كان اوامني ما بعرف. آآ رشاشات من هون. ممكن اجيه فريق كشافة من فوق. وهذا يدعم. ونزيد الرش. او لا ان نبعط هذا من النص. شايفين هلأ انا تكتكت. كان فيني اترك الرشاش مسلا لبعدين. وحط في تايم ليفت فوق. آآ فيني اترك الرشاشات ونزلها بعدين. بتصير اللابة متل كلاش رويال. بتنزل الجيوش ولا الجيوش. او فيني العب على مبدأ كلاش او بومبيتش. انه هذا آآ بس الطريقة انه ما آآ ما في يعني از عندي مشكلة بواحد من النوعين او عندي انترنت مو كتير قوية. هذا النوع هو اللي بريحني اكتر. هامل القزيفة تبعي آآ بعتقد هون احسن شي. بعتقد هون احسن شي تنزل. ايه. ازا القزيفة تبعي روحت للتروبس تبعه. ليك جيش شلون موزع بطريقة منيحة. في عنده كانون مدفع فوق. آآ زكاءه انه حاط المدفع ورا تبع الدهب وبالتبع النجوم وبالتالي يمكن ما قدر وصل له ما بعرف. الكانون تبعه مرتاح. ان شاء الله آآ فريقي والله فريقي مشكلة. ازا ما قدر هادا جندي انه يعمل شي حنخسر. ما بعرف. يلا 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 مين حيربح مين حيربح. اووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو بدنا نجرب اذا جربتوا اكتبوا لي بطعليقات النجمة واحدة كمان فيكتوري ولا لوس يعني اذا بتاخد نجمة انت تتجرب بحامل الخسران كتير في تفاصيل باللابة نحكيها بدي بيهمني كتير اعرف طعليقاتكم وشوف حماسكم تحت فشان اعرف شو الوضع بذكركم في عنا السيرفر بالديسكورد هلأ اذا لقيت حماس حساوي كمان غرفة بسيرفر الديسكورد لها اللابة انو احنا عنا غرف بكل الالعاب روابط موجودة تحت حتى اذا كنت لعبوا معي اللابة في رابط الفيسبوك تبعي كمان من هون الستينج هلأ اذا بعمل كوننكت للفيسبوك بصيروا بكم بتلعبوا معي باللعبة واذا احبيتوا كمان اعملكون كلان كالعادة قوي كتير لولي بس برجع بقول هاي حلقة اولى بدنا نحاول نعمل اللعبة تريند ونعمل تريند بكل العالم العربي لا بس تريند عنا بالقناة بقناة بقناة الوانجينجين وانو اللا بتاخد هت كبير وبالتالي نعرف انو نحنا نفوكس عليها ومكمل فيها ونمشي لها دمنا لو بقدر بعد بقدر بعمل بطاقات اكتر للسحب كحلقة اولى بس هذا اللي بقدر عليه بالوقت الحالي كما يكون عمر الوانجينجين وانو اللا ازلاء هلأ ما اشتركت بالقناة اذا فعلت الجرس عملت لايك عملت شير لهذا المقطع ياريت تعمل الشغلات لا تنساها وتكتب لي بتعليقات تحت متل ما حكينا مشان السحب او تكتب لي شو رأيك باللعبة ودي بتعطيها من عشرة سلام